السلام عليكم معكم دكتور عبد الرحمن نصار النهاردة هنتكلم عن حشو العصب ايه هو حشو العصب وايه خطوات حشو العصب حشو العصب هو حشو لجزور الاسنان بسبب وصول التسوس لعصب السنة او الدرس هنتكلم الاول عن تكوين السنة او الدرس عشان نفهم ازاي بيوصل التسوس لعصب السنة بيتكون السنة او الدرس من 3 طبقات هنسميه مثلا الطبقة الاولى ودي طبقة المينة طبقة رقم اتنين ودي طبقة اسمها العاج والطبقة رقم تلاتة وهي عصب السنة او الدرس اول حاجة تسويس العسنان بيبدأ في الطبقة الاولى وهي طبقة المينة بيبدأ التسويس زي نقط سودة صغيرة كده او خط سود في الدروس الخلفية وطولة ما التسويس في الطبقة دي احنا مافيش اي قلم لانها ما بيكونش فيها اي احساس بالقلم فللأسف التسويس بيزيد ونبدأ نروح للمرحلة التانية وهي وصول التسويس للطبقة رقم اتنين وهي طبقة العاج وهنا المريض هيبدأ يحس بألم للأسف ويكون بسيط ويكون ألم مع الأكل والحلويات واغلبنا بييجي لدكتور الاسنان بيبقى فيه ألم مع السكريات والألم بيروح اول اما السبب يروح على طول ومجرد زوال السبب يعني ما بيفضلش مستمر الألم لفترات طويل وهنا لو المريض راح لدكتور الاسنان عشان يشيل التسويس هيبقى حش عادي وكلمنا قبل كده الفرق بين الحشو العصب والحشو العادي هيظهر في الآي اللي فوق ولو ساب التسويس يزيد مع الأسف هيوصل التسويس للطبقة رقم 3 وهي عصب السنة أو الدرس وهنا الألم هيبقى جديد جدا وهيبقى مع الأكل الساخن والساعة وأحيانا بيبقى الألم مستمر حتى لوحده من غير الطعام هنا المريض يروح يحشي الدرس أو السنة حشو عصب وبكده الدرس أو السنة بيتحش حشو العصب مثلا الدرس الخلفية ممكن يبقى ليها 4 قنوات أو 3 قنوات أما الأسنان الأمامية فبيبقى غالبا قنوة واحدة وممكن تبقى قناطين فحسب كل مريض بيبقى كل درس ليه عدد معين من القنوات بعد كده بنروح للخطوة رقم 2 وهي إزالة العصب وتحديد طول العصب كل سنة أو الدرس ليها طول معين مثلا العصب بيبقى داخل الجزور وكل جزر ليه طول معين مثلا فيه جدور طويلة وفيه جدور قصيرة طيب بنحدد طول العصب إزاي باستخدام الفايل أو الاسم المتداول الإبرة وبتبقى مخصصة لدخول داخل قنوات العصب فيه طريقتين بنحدد بهم طول باستخدام الإبرة أو الطريقة وهي استخدام الأشعة وبنصور الإبرة أو الفايل وصلة لطول العصب ولا لا وبنبدأ نزبط مثلا نزود ميلي أو نقلل ميلي وهكذا طاني طريقة معنا باستخدام جهاز اسمه الإبكس لوكيتر هو جهاز حديث وبنربطه بالفايل أو الإبرة وبتكون الإبرة موجودة داخل القناء وبتبدأ القراءة تظهر على الشاشة للجهاز وبتحدد طول العصب وبعد ما بنحدد طول العصب مثلا 20 ميلي أو 19 ميلي أو أي رقم نبدأ نروح للخط ورقم 3 وهي توسيع قنوات العصب عشان تلائم حشو العصب دي باستخدام الفايل أو الإبرة بيبقى لها مأسات مختلفة تبدأ من الأصغر للأكبر عشان يتم توسيع القنوات وبيتم عن طريق حاجتين بالاستخدام منول ويستخدام يد الطبيب كل إبرة بالحجم المختلف وتوسيع القنوات والطريقة التانية وهي استخدام جهاز اسمه الروتري هو جهاز بتبقى مثبتة فيه الإبرة ويتم توسيع القنوات وتنظفها باستخدام الجهاز فقط طبعا بيبقى بسرعة معينة وقوة معينة والجهاز الروتري بيبقى طبعا أفضل بكتير من المانوال لأنه بيتم في جلسة واحدة أو جلستين بكتير أما المانوال ممكن يبقى من 3 إلى 5 جلسات ممكن يبقى أكتر من كده فعدد الجلسات بتتحدث بناء على الاستخدام وعلى حالة الدرس سواء العصب متعفن أو نوكروتيك أو لا بعد كده الخطوة الرابعة ويتم تنظيف باستخدام مادة السودم هايبوكورريت وهي مادة زي الكرور ويتم استخدامها لتنظيف قنوات العصب ويتم استخدام زي السرنجة وإبرة مخصصة داخل القنوات ليتم تنظيفها وآخر مرحلة معنا أو آخر خطوة وهي حشو العصب ودي بيستخدام حشو معين بيتم داخل قنوات العصب ويتم مفتره مختلف وبعد كده بيتم حشو الجزء الخارجي سواء حشو البلاتين أو حشو الليزر أو الضوء هنتكلم دلوقتي عن جزء مهم وهو ألم بعد حشو العصب كتير من مرضى بيجي لها ألم بعد حشو العصب ده لها كذا سبب وأشهر سبب هو الالتهاب خارج الدرس وهي الأربطة حوالين الدرس أو السنة بيصل لها الالتهاب ويستمر لمدة 3 أيام أو أسبوع ويبقى ألم مع العض وده بيبقى بيروح أول ما تاخد مسكن على طول طيب لو استمر أكتر من أسبوع بنراجع الدكتور الأسنان عشان لو فيه أي سبب تاني وعلى من أسباب التانية زي لم يتم مجحشو جميع قنوات العصب لاختلاف أشكال الدروس فيفضل مراجعة الطبيب كده وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش تشترك في القناة ولايك للفيديو سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة